موسيقى يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة رغم اعتبار الاستهداف المتعمد للصحفيين والمدنيين جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال منذ بدء العدوان ارتفع إلى 110 من غيرهم يكشف للعالم ويوثق الجرائم الجماعية والتطهير العرقي ومن غيرهم يتعرض للموت والاستهداف واحدا تلو الآخر بلا كلل ولا ملل ولا استسلام فهم الصامدون في غزة يقارعون صواريخ إسرائيل ومحاولاتها المستميتة في قتل الكلمة واغتيال الصورة وتزييف الحقائق إذ طالما كان الصحفيون الهدف الرئيس لجيش الاحتلال فهذه الحرب تطولهم وتستهدف مقارهم آخر الصحفيين الضحايا هم حمزة دحدوح نجلو مراسل الجزيرة وائل الدحدوح والصحفيان مصطفى ثريا وعلي أبو عجوى حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس ليعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذي قتلهم الاحتلال منذ بدء العدوان ارتفع إلى 110 قائلا إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم وهي محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية وهو ما تحدث عنه الاتحاد الدولي للصحفيين معتبرا ما يجري استهدافا متعمدا ويهدف إلى صرف العالم عما يحدث واصفا استهدافهم بالأفعال التي تقوم بها الدولة المارقة للإفلات من المسائلة أما منظمة مراسلون بلا حدود فقد حملت إسرائيل المسئولية عن استهداف الصحافة في غزة وقال أمينها العام روبر مينار إنه صدم بنبأ وفاة مصطفى ثريا وحمزة دحدوح مؤكدا أن هذه المذبحة يجب أن تتوقف وعليه فإن المنظمة ستواصل اللجوء للجنائية الدولية لتعطي الأولوية القصوى للجرائم ضد الصحفيين لكن كل ما قيل وسيقال لا يبدو أنه سيغير من سياسة إسرائيل التي حطمت بحسب مراكز الأبحاث رقما قياسيا في قتل الصحفيين لم تسجله الحرب العالمية تنظم إلينا شروق شاهين مرسل تلفزيون سوريا من قطاع غزة أيضا نرحب مجددا بصلاح الدين العواودة باحث في أشأن الإسرائيلي من إسطنبول مرحبا بكما بداية أبدأ مع شروق شاهين مرحبا بك مجددا حدثين عن ظروف الصحفيين في قطاع غزة خلال تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نعم ديما بالتأكيد الصحفيين في القطاع يعملون في ظروف استثنائية ظروف صعبة جدا وغير معهودة خصوصا بما يخلفه هذا أو هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعملون وسط عمليات القتل الممنهجة والمركزة ضدهم بشكل خاص إضافة إلى أنهم يعملون في ظل حالة نزوح مستمرة يتنقلون من منطقة إلى أخرى كغيرهم من المواطنين الفلسطينيين الذين بالطبع هم أيضا الجيش الإسرائيلي يواصل عملية نزوحهم من منطقة إلى أخرى أيضا عمليات استهداف المقرات مقراتهم الصحفية والإعلامية الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية تعمد على استهداف المقرات الصحفية تحديدا في مدينة غزة إضافة إلى استهداف سيارات البث الخاصة بهم من داخل مدينة غزة نهيك أيضا عن استهداف عائلاتهم واستهداف منازلهم بشكل مباشر وهذا ما رصدناه خلال الأيام والأسابيع الماضية اليوم كان هناك استهداف مباشر وممنهج ومركز على سيارة مدنية كانت تنقل صحفيين وهما الزميل حمزة الدحدوح أيضا مع الزميل مصطفى ثرية وهؤلاء ارتقيا اليوم بعدما تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي الزميل حمزة الدحدوح أيضا فقد والدته وفقد أخيه وأخته أيضا ابنته الطفلة الرضيعة فقدها خلال استهداف ضربة مخيم النصيرات واستهدف منزل كانت عائلته قد نزحت إليه بعدما نزحت من مناطق شمال قطاع غزة وبالتأكيد في ظل هذه الظروف نتحدث عنه بحسب المكتب الإعلامي الحكومي 110 من الصحفيين فارقوا الحياة واستشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع ناهيك عن إصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة وحارجة وأيضا هؤلاء يعانون من عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لعمليات سفرهم إلى المستشفيات الخارجية أشكرك جزيلا شروق سنتابع معك التطورات في النشرات القادمة شكرا جزيلا شروق شاهد مراسل التلفزيون سوريا كنت معنا من قطاع غزة أعود إليك صلاح الدين مرحبا بك مجددا معنا ما دلالات استهداف هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما الذي يدفع إسرائيلي تكرار هذا الجرائب بحق الصحفيين وأيضا هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين ولعائلاتهم أيضا حقيقة ليس استهداف للصحفيين وحدهم الصحفيون يأتون في إطار الإبادة الجماعية في قطاع غزة كما مؤسسات الأنور وكما المدارس كما دور العبادة كما المستشفيات الكيام الصيوني لم يترك أي خط أحمر في استهدافها لقطاع غزة نسبة الأطفال ونسبة النساء من بين ضحايا القصف تتناسب تماما مع نسبة الصحفيين هذا قصف همجي لا يميز بين أحد وآخر فضلا عن أن الصحفيين تحديدا هم الشهود على الجريمة وبالتالي المجرم دائما يبحث عن إسكات الشهود واستهداف الصحفيين ليس حكرا على قطاع غزة فالتاريخ الاحتلال مع الصحفيين تاريخ أسود يلاحق الشهود هو أحيانا يستهدف بالقصف العشوائي أحيانا يستهدف بشكل متعمد وأحيانا يستخدم القناصة لاستهداف الصحفيين يعني ما زلنا نذكر استهداف الشهرين أبو عقلة وكثير من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال تجاه الصحفيين لذلك لا يجب أن يكون مفاجئ أن يكون عدد الصحفيين هذا العدد الكبير في هذه الحرب وهي حرب إبادة ولا يجب أن يكون مفاجئ أنه أكثر من عدد الصحفيين الذين تم استهدافهم في الحرب العالمية الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ويلاحق الجميع وكل من يشهد على هذه الإبادة هو ملاحق فضلا أنه جزء من هذا الشعب الذي تمارس ضد الإبادة شكرا جزيلا صلاح الدين عواودة باحث في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من إسطنبول أشكرك جزيلا مشاهدين الشكر لكم على طيب المتابعة ختام السوريا اليوم تفاصيل أو فتجرونها على موقع تلفزيون سوريا إلى اللقاء بأمان الله ترجمة نانسي قنقر